أنا ويقام شوكي حسن ليت لكدا؟ أنا عاطلة عن العمل لكن بعرف روحي كان مدافع مدافع عن حقوق النوع التمييز بيأثر في أي تفصيل أنت بتشوفه في الحياة بناءً على نوعك أنت شنوع سواء في أي لو أنت عايزة تطلع من البيت أو لو أنت عايزة تشتري حاجة لو حصل أي حدث بس مهما كان كبير تتكتشفين أنه تأثير يكون مختلف عليك لأنه نوعي يكون مختلف طيب أنا بالنسبة لي هل قاعدة بنهيه أو ما بنهيه بس قادرة أتكلم عنه أو قادرة أكون وعية له أنه أي حاجة نحن قاعدين بنعمله هي بتفرق إنت راجل ولا إنت مرة أنا ما حكون حال ما أقول بيتكسر طيب لكن ممكن ناحية الكراهية العالية والتمييز أنا أعتقد أنه قاعدة بصورة واقعة طيب قاعدة في القوانين قاعدة في الدولة قاعدة في أساليب المقاومة قاعدة في الصحافة في أي حاجة نحن بنشوفها فعلى الأقل ما يكون بالوقاح الظاهراني أنا عارفة إن التغيير قاعدة بدي من تحت لي فوق لكن بفتكر الرهان على التغيير المجتمعي من تحت من غير ما يكون في قوانين الرهان قاعد دوز بتفشل وفي حاجات كتيرة شيء خصوصها الحياة اللي بتهم الحكوم بتهم النوع قاعد دوز بتفشل أو بيكون هش بيكون قاعد في فترة وبعد ذاك بيختفي أول ما تتغير الأوضاع لأكيد لو هو كان مع التغيير بتتغير القوانين يعني الدولة بتكون حساسة والناس قاعدة بتكون حساسة انت بتضمني إنه تمييزه ممكن يتغير ما تزال لكن ما قادرة تخيل السودان اللي حتى تاني لما نكون دارين تغيير حقيقي نعترف إنه إحنا الغلطة فيه في جملة قبل كم يوم كده قريتها إنه نتعامل مع الحقايق زي ما هي ما في داعي نجملة إحنا حقيقتنا إحنا ناس كارهين وإننا خطاب بتاع كراهية عالي وما متكبلين وبالنسبة لينا دايما فيه أهميات بتضغى على أهميات تانية لأنه بالنسبة لينا بنحب حاجات الجمعية المطالبة الجمعية لكن مطالبة الأفراد إحنا راسنا بترجيمه طوالي ما هم أقليات قاعدين وتفركات الأقليات شنو زي حاجة زي قضية التمييز دي اللي بتأثر على العمل بتتأثر على أي حاجة كاعدة في حياتك بالنسبة للناس لأنه في الجمع أو النوع المهي من القاعد ما الثارقة معه وحيقوموا لك إنه دي حاجات ما أهمية فنفس الأساليب نفس النتائج ما أعتقد يعني من ذاته في عمر كتير إنه الناس بتتوقعنا حاجات اختلفة لكن أعتقد إنه حيحصل تغيير في يوم ما لكن لما يحصل وما حيكون بالطريقة الناس كانت متخيلة إنه ممكن يحصل بها لكن بيحصل 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 أعمل 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 موسيقى اشتركوا في القناة